وأكد الرئيس الموريتاني أن مصر تحتل مكانة خاصة لدى الموريتانيين لدورها التاريخي البارز في مختلف القضايا الكبرى للأمتين العربية والإسلامية وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن لقاءه مع الرئيس السيسي شهد تناول كل ما يتعلق بالقضايا العربية والإفريقية مصر نعرف جميعا ما تمثله في وجداننا جميعا في وجداننا كعرب وفي وجدان الموريتانيين بصفة خاصة لمصر مكانتها في وجداننا ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى الدور التاريخي الذي لمصر وللدور البارز الذي تلعبه مصر وما فتأت تلعبه وما زالت تلعبه ونتمنى أن تبقى دائما تلعبه في القضايا الكبرى لأمتنا العربية ولأمتنا الإسلامية ليس عندي ما سأوضفه كثيرا على ما تتطرق إليه أخي خانة الرئيس أعطينا الوقت الكافي خانة الرئيس وأنا للتعاطي في كل ما يهمنا في القضايا المطروحة في منطقتنا العربية وفي منطقتنا إفريقية